بس غلية رجحة لي شيري دفلوس اطي روحي اطي عمري اطي عيوني بس غلية رجحة تنادي علهم يرجعون ابنتها لكنها فارقت الحياة مريم دخلت صالة العمليات بعملية تجميل لشفط دهون الذقن فخرجت متوفية نتيجة خطأ طبي كما يقول والدها الذي حمل الكادر الطبي الذي اجرى العملية مسؤولية وفاة ابنته والرواية الكاملة على لسانهم دخلت العمليات دخلت الصباح ننتظر احنا ننتظر ننتظر بالغرفة مالتها انه تطلع دخلت من 12 ونص ما طلعت انه الا جبرناهم للساعة 10 بالليل للساعة 10 بالليل ماكو فاحنا قمنا يعقلنا بعد اشتاد يعني ما قمنا ما نصدق الحاجة اخير شي قمنا نكسرها بالباب ندق حيل بالبيباب كان يقول اريد واحد شي بير دخلت خالطها طبت طلعت انه قالت ميت خطأ طبي كبير هو قال لي قدامي انا موجود نعم قال احنا نتحمل كل شي بانه معا يعني هي شغلة بسيطة يعني انا سميها تافل يعني هي تأدي الى موت والدة مريم لا تفارقها صورة ابنتها وصوت بكائها يعلو فوق مناشدتها مناشدة توجهها لرئيس الوزراء لمتابعة قضية مريم ومحسبة المتسببين بوفاتها بطلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وانهاية سبقوا طلبتها انه يعني رجع رجع من ام بكسورة على ابنتها ابنية بعز الشباب ابنية يعني شون ما اقول لك هي كانت هي اكاست اناني مريضة شادة جهاز هي كانت الوحيدة المعينة الوحيدة اللي داريني اني مرات تجيني نوبات يعني نام بالفراش حرامني من عندها اريد اتابع حالتها ورفعت عائلة مريم دعوة قضائية ضد المستشفى الاهلية والاطباء الذين اجروا لها العملية وبانتظار التقرير الطبي الذي سيصدر بعد ايام لكشف ملابسات الحادثة وبيان سبب الوفاة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة